بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم معنا في دروس الهندسة المدنية بعدما تطرقنا في الدرس السابق حول عموميات الخرصانة المسلحة ننتقل اليوم إلى الجزء الثاني من هذا الدرس والذي يشمل العناصر التالية أولا تحليل مخطط حد التشوهات لمقطع ثانيا حساب إجهادات أو الإجهادات في الفولاد في حالة وجود تشققات وأخيرا نتطرق إلى تطبيق حول كيفية حساب الإجهادات في الفولاد أولا تحليل مخطط حد التشوهات لمقطع الأماكن الممكنة لمخطط التشوهات لمقطع يمر دائما على الأقل بواحد من المحاور الثلاثة A B أو C المدار الأول أو المدار A في هذا المدار يتميز بثلاث مجالات وكذلك التشوه النسبي للفولاد يكون إبسيرون أس مساوي إلى عشرة بالألف المجال الأول مخطط التشوه يتطابق مع الحد A A فتحة في هذه الحالة المقطع معرض كليا للشد البسيط القوى مطبقة في مركز تقل المقطع المجال الثاني مخطط التشوه يقع بين الحدين A A فتحة و O O فتحة في هذا المجال المقطع مشدود كليا والتحريض إنحناء مركب أو شد منحرف أما بالنسبة للمجال الثالث مخطط التشوه يقع بين الحدين O O فتحة و A B في هذا المجال المقطع يكون مضغوط جزئيا أما التحريض فيكون إنحناء مركب عندما يكون التشوه النسبي للخارصانة 2 بالألف المحور المحايد يكون على بعد 0.167 D أما إذا كان التشوه النسبي للخارصانة 3.5 بالألف فالمحور المحايد يكون على بعد 0.259 D الخلاصة في هذا المدار نجد شد بسيط أو مركب إنحناء مع حالة حدية نهائية في الفولاد 10 بالألف إنحناء مع حالة حدية نهائية في الخارصانة والتشوه النسبي للخارصانة يكون 3.5 بالألف المدار B في هذا المدار نجد كذلك 3 مجالات أولا تشوه النسبي للخارصانة يكون مساوية 3.5 بالألف أما التشوه النسبي للفولاد فيكون أقل من 10 بالألف نميز ثلاث حالات المجال الأول إبسيرون أس أو التشوه النسبي للفولاد يكون أكبر من تشوه حد للدونة المقطع مضغوط جزئيا التحريض إنحناء مركب بالنسبة للمجال الثاني تشوه النسبي للفولاد يكون أقل من تشوه حد للدونة المقطع مضغوط جزئيا التحريض إنحناء مركب المجال الثالث الفولاد المشدود غير مستعمل جيدا المحور الحيادي يمر إلى منطقة التغريف الخلاصة في هذا المدار إنحناء مع حالة حدية نهائية في الخارصانة والتشوه النسبي للخارصانة يكون مساويا إلى 3.5 بالألف بالنسبة للمحور المحايد في هذا المدار ينتقل من إجراج يساوي 0.259D إلى إجراج يساوي ألفاD حيث ألفا يكون محصور بين 0.259 إلى 1 وعندما يكون تشوه النسبي للفولاد 0 بالألف فإجراج يكون مساويا إلى D عندما ينتقل المحور الحيادي إلى منطقة التغريف هنا إجراج يكون مساويا إلى H والمقطع يكون في حالة انضغاط كلي التحريض إنحناء مركب مع قوة انضغاط ننتقل إلى المدار C المدار C في هذا المدار أو في هذه الحالة التشوه النسبي للخارصانة ينتقل من 3.5 بالألف إلى 2 بالألف لما يكون تشوه النسبي مساويا إلى 3.5 بالألف المقطع في حالة انضغاط كلي والتحريض إنحناء مركب مع قوة انضغاط أما لما يكون تشوه النسبي مساويا إلى 2 بالألف فالمقطع في حالة انضغاط كلي والتحريض انضغاط بسيط الآن ننتقل إلى العنصر الثاني من هذا الدرس وهو حساب الإجهادات في الفولاد في حالة وجود تشققات تحسب هذه الإجهادات حسب حالة وطبيعة التشققات حيث نميز 3 حالات الحالة الأولى تشققات غير ضارة الحالة الثانية تشققات ضارة أما الحالة الثالثة والأخيرة تشققات ضارة جدا هناك بعض الصور تمثل أنواع التشققات الموجودة في الخرصانة حالة حدية لافتتاح التشققات الحالة الأولى حالة تشققات غير ضارة تكون التشققات غير ضارة لما تكون العناصر موجودة داخل قاعات مغطاة وغير معرضة للرطوبة في هذه الحالة لا يوجد أي تحقيقات ما عدا شرط عدم الهشاشة يكون الحساب كما في الحالات النهائية معامل المرونة الطولي للفلاد يساوي 200 ألف ميجا باسكال التشوه النسبي المارن للفلاد يساوي إلى F-E على جما أس الكل على المعامل المرونة للطولي أس لما يكون التشوه النسبي للفلاد أقل أو يساوي التشوه النسبي المارن للفلاد هنا الإجهاد أو إجهاد الفلاد يكون مساويا إلى إبسيرون أس مضروب في المعامل المرونة الطولي أما إذا كان التشوه النسبي للفلاد محصور بين التشوه النسبي المارن وعشرة بالألف فإن الإجهاد في الفلاد يكون مساويا إلى F-E على جما أس حيث جما أس يساوي 1.15 في الحالة العادية ويساوي إلى 1 في الحالة الاستثنائية والآن نلتقل إلى الحالة الثانية حالة تشققات ضارة تكون التشققات ضارة لما تكون العناصر معرضة للعوامل المناخية كالأمطار والرطوبة أو تكون في بعض الأحيان مغمورة في الماء في هذه الحالة يجب اتباع القواعد التالية إجهاد الشد في التسليح محدد بالعلاقة التالية سيغما بار أس يساوي إلى القيمة الصغرى بين 2 على 3 F-E أو 110 جدر ني مضروب في إجهاد الشد للخرصانة F-T-G حيث ني هو عبارة عن معامل التشقق قيمته تكون حسب نوع الفولاد يأخذ القيمة 1 بالنسبة للقطبان الضائرية الملساء ويأخذ القيمة 1.6 بالنسبة للقطبان دول اندماج أو التلاحم العالي لأوت أديرانس ننتقل الآن إلى الحالة الثالثة وهي حالة التشققات الضارة جدا تكون التشققات ضارة جدا لما تكون العناصر معرضة لوسط عدواني أو عدائي مثل ماء البحر أو الجو البحري مثل الضباب البحري الماء المقطر وبعض الغازات وفي هذه الحالة لدينا القواعد التالية إجهاد الفولاد سيجما أس بار يكون مساويا إلى القيمة الصغرى بين 1 على 2 F-E و90 جدر ني مضروب في إجهاد الشد للخرصانة مقاومة الخرصانة للشد معرفة بالعلاقة التالية FTG يساوي إلى 0.6 زائد 0.06 FC Ventuit وهذا لما تكون FC Ventuit أقل أو تساوي 60 ميجا بسكال الآن ننتقل إلى تطبيق حول كيفية حساب الإجهادات في الفولاد في حالة وجود تشققات نص التطبيق هو أحسب الإجهادات في الفولاد في الحالات التالية أولا تشققات ضارة جدا ثانيا تشققات ضارة علما أن الفولاد المستعمل هو F-E-E-Catson وF-S Ventuit يساوي 25 ميجا بسكال الحل أولا بما أن التشققات ضارة جدا فإن العلاقة المستعملة للفولاد هي Sigma bar S يساوي إلى القيمة الصغرى بين 1 على 2 F-E وتسعين جدر ني مضروب في F-T-G ولحساب الإجهاد في حالة الشد للخرصانة نستعمل العلاقة التالية F-T-G يساوي إلى 0.6 زائد 0.06 FC-28 حيث ني معامل التشقق حسب نوع الفولاد F-E-E-Catson ني يساوي إلى 1.6 بالنسبة للقطبان دول اندماج أو التلاحم العالي F-E يساوي إلى 400 ميجا بسكال F-T-V-E-Cat يساوي إلى 0.6 زائد 0.06 مضروب في 25 ويساوي إلى 2.10 ميجا بسكال الإجهاد في الفولاد Sigma bar S يساوي إلى القيمة الصغرى بين 1 على 2 مضروب في 400 ويساوي إلى 200 ميجا بسكال أو 90 جدر 1.6 مضروب في 2.10 ويساوي إلى 165 ميجا بسكال إذن إجهاد الفولاد يأخذ القيمة 165 ميجا بسكال ثانيا بما أن التشققات ضارة فإن العلاقة المستعمة للفولاد هي الإجهاد للفولاد Sigma bar S يساوي إلى القيمة الصغرى بين 2 على 3 F-E أو 110 جدر ني مضروب في إجهاد الخرصانة للشد F-T-G هنا ني يساوي إلى 1.6 لأن القطبان المستعملة هي قطبان ذات اندماج عالي F-E يساوي 400 ميجا بسكال F-T-V-E هي نفس القيمة السابقة يساوي إلى 0.6 زائد 0.06 مضروب في 25 ويساوي إلى 2.10 ميجا بسكال إجهاد الفولاد يساوي إلى القيمة الصغرى بين بين 2 على 3 مضروب في 400 ويساوي إلى 267 ميجا بسكال أو 110 جدر 1.6 مضروب في 2.10 ويساوي إلى 101.6 ميجا بسكال إذن قيمة الإجهاد تأخذ القيمة الصغرى بين القيمتين وهي 101.6 ميجا بسكال نكتفي بهذا القدر من هذا الدرس إلى أن نلتقي في الجزء الثالث من الخرصانة المسلحة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته